على الرغم من أن جميع الأوكرانيين يتحدثون الروسية ويجيدونها إلا أنه في الأعوام الأخيرة وخاصة بعد بداية الحرب في العام 2014 بدأ الشعور بالقومية يتملك الأوكرانيين فتخلى كثير منهم عن الروسية واستبدلوها بلغتهم الأم باستثناء سكان المدن الحدودية مع الاتحاد الروسي والذين وصفهم الرئيس بوتين بالناطقين بالروسية عندما هجمنا الاتحاد الروسي تغير أبنائي على دقم من أنهم ولدوا في أوديسا وكانوا يتحدثون دائما بالروسية ولكنهم قرروا التحدث باللغة الأوكرانية إنهم يخجلون مني ويقولون كيف ذلك وأنت أوكرانية وتتحدث الروسية لذلك بدأت في التحدث بالأوكرانية بعد الاجتياح الكامل للاتحاد الروسي للأراضي الأوكرانية خاصة بعد إعلان بوتين حماية الناطقين بالروسية كأحد أسباب الحرب نشطت مجموعات بين الناطقين بالروسية تنادي بالتخلي عنها وتعلم الأوكرانية هذا ناد يجتمع فيه من يريد أن يتدرب ويمارس اللغة الأوكرانية يأتي إلى هنا الناس الذين يتحدثون منذ أعوام باللغة الأوكرانية ويأتي من بدأت توا في الانتقال من الروسية إلى الأوكرانية ويحتاج إلى الدعم المشاركون في الدورات التي تتبع إسلوب الحوار لتعليمهم بمقابل مادي غير محدد يدفعونه كمساهمة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية سخروا من حديث الرئيس الروسي الذي قال إن حربه من أجل حماية الروسية جاء مفعولها عكسياً إذ أنهم هجروا كرد فعل على الحرب الروسية هذا مضحك حقيقة نحن لا ننتظر منهم الحماية لقد عشنا حياة رائعة قبل الرابع والعشرين من فبراير قبل أن نستيقظ على صوت القصف في مدينتنا وفي منازلنا ولم نستطع أن نصدق أن هذا يمكن أن يحدث في القرن الواحد والعشرين أنا ولدت في أسرة تتحدث الروسية ومحيطي يتحدث الروسية لكنني سأنتقل إلى أوكرانيا لأن هذه ثقافتي وأريد أن يعلم الجميع أنه بغض النظر عن أني أتحدث الروسية منذ طفولتي فهذا لا يعني أنني لست أوكرانية ولا أحب لغة أوكرانية الهدف المعلن للعملية العسكرية الروسية هو حماية الناطقين بالروسية فكان رد فعل الأوكرانيين هو هجر الروسية وتعلم الحديث بالأوكرانية وابتكروا طرقا تسهل عليهم سرعة تعلمها كنادي اللغة الأوكرانية وذيف عادل العربية أوديسا